هبدأ شوية معشي بالحتة بتاعت صاحبان وتقلقك في شخصية صاحبان وانا فاكر لما كنا بنتكلم في التليفون من كذا يوم قلتلي حتى المشي انا ما بقيتش عارف اتخلص منها ده حقيقي ايه سر ان الناس حبت صاحبان للدرجة دي صادق بسيط قريب من الناس صادق بسيط قريب من الناس والحاجات البسيطة دي اصعب كتير من الحاجات الكمبليكس المكالكعة فكرة مثلا ان انا التحدي بالنسبة لي في الدور ده قدي ايه قبان ان انا مش فاهم قدي ايه قبان ان انا بسيط وغير متكلف تماما اللي هو زي ما نقولك يا بالبلدي سايب ايه دي شخص تلقائي يهلي على الله انا قايل اي حاجة بفكر فيها بتطلع هنا على الثاني بالزبط واي حاجة بسمعها بقولها برضو بالزبط لان فكرة الايكيو عند الشخصية دي فكرة محدش يعني مش ملتفت لها قوي بمعنى فيه الممثل اللي هو الفاهم يعني ايه الممثل الفاهم مش فاهم دوره اللي هو دايما هو فاهم الاحداث وفاهم الشخصات اللي قدامه تلاقيه مثلا ان هو مثلا بيقابل واحد شراني فتلاقيه في اللاوعي عنده مبين ان هو فيه حتة انا واخد بالي ان الشخص ده مش تمام ففيه حذر ده غلط الاول ارجع للايكيو بتاع الشخصية درجة زكاءها ايه زي مثلا ما فيه حد واعي ان هو عنده الفراسة ان هو يلقط مثلا ان فلان ده صادق او كادب فيه ناس قمة في السزاجة وده مسهل عشان تيجي تطبقه وتبعد تماما عن ايدولوجيتك بقى وثقافتك وكلامنا كله ده صعب جدا فده كان بالنسبة لأكبر تحدي